تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 622 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 825 طن مواد غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاع على السلع المضعومة تم ضبط قرابة 33 طن وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 725 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 60 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 904 قضايا من بينها 237 قضية خبز نقص الوزن و248 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر